تيكنو ماكس معلومات هتغير حياتك. اهلا بكم في قناتنا تيكنو ماكس انه هده نتكلم عن تقسو صبراء الجوافة. صبراء الجوافة تسمى بالاسم ده عشان الراقة بتاعته تشبه الشجرة الجوافة. النبات ده سهل جدا في التقسوة بتاعته ما بيحتاجش رعاية كبيرة. هو كل المشكلة بتاعته والمية ما نزودش المية بتاعته كتير. اه هنا بنلاحز في النبات ده لما احنا نقطع الراقة بتاعته او نشيرها. لها مادة البنية بيضة. مادة البنية دي لها استخداماتها راجية في في امراض بعض الامراض البيضية لكن هي مشكلتها على العين. لو احنا بنزع النبات ده اه نحاول بقدر امكان نباتل النبات ده عن عينينا. لان المادة البنية دي لو جيت على عينينا هتسبب تحيك في العين ممكن يقعد ايام عشان يتعاليك. فنلاحز واحنا بنشتغل ان المادة دي تبدأ عن عينينا. لو عندنا اطفال نحزعهم اه ان هم ما قابوش من النبات ده. لان المادة البنية دي مادة اه شديدة. شديدة لخطوة بالنسبة لعين. اه التكاثب بتاعه سهل كده ان احنا بناخد العالة طرفية من النبات. والسرائد احنا الجزء اللي احنا قطعنا منه هتطلع فيه بقاعم كتير. اه بقاعم تانية جديدة. والجزء اللي احنا خدناها هي التبقى يكون النبات جديد. فاحنا كده استفادنا استفادة من ناحيتين. يعني احنا هنزود اه النمو الخضر بالنبات اللي احنا خدنا منه بعد. وهناخد العالة ان استفاد بها بنبات جديد. عنشير التربة الطينية زي ما انتم شايفين. فيه ناس بتفضل ان هي تقطع الصباح ده وتسيبه ساعتين عشان المادة اللي غانية دي تجف. لكن انا بفضل احنا نزع على طول. كده كده مش هتفق حاجة اللي احنا نسيبه الساعتين دولا. اه عشان المادة اللي غانية لجف. هي كده كده هتجف في التربة. فهنحط العقل. انا العقل دي انا اخدتها في ربيع فعشان كده ما نخفتش الاوراق من تحت. لكن احنا لو اه خدنا الرقل دي في الصيف عشان داقة حرارية ممكن ان الرقل دي تنشف ها في مركان الجشو. فممكن نشير الاوراق اللي ايه? الاخرية. قاعدة اساسية زي قاعدة اساسية في الرقل. اللي احنا بنشير الاوراق اللي تحت. التسميت في الصباج عرفة بيكون مرة بالان بيكي مرة واحدة كل شهر. وما نزودش كمية مش معنى اللي انا بحط سماد كتير النبات كده هيستفاد. سماد ده مادة كميائية. لو انا زودتها تصبح مادة سامي بوضع ما هي مادة مغزية والنبات. زي ده انتو شايفين هو النبات سهل وما فروش اي حاجة امسك عوضة طاحة زرحة خلاص بقى عندك نبات جديد. رايه في الاول بس هنروي كمية كبيرة ونخلي الطربة ما تجفش في فترة اوانية عشان نكون جزول بعد كده رايه عادي ده اوه محتاج مية اولية ده يعني احنا نقل كمية رايه مش نزودها عشان ده انا نصبها هو مش محتاج مية كتير. النهاية نرجو ان يكون قد اعجبكم المقطع لا تنسوا ان تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وضغط اعجاب اذا اعجبكم المقطع وترك تعليقاتكم دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة